سبعة مناطق في العالم اعتبرتها القناة الأمريكية CNN جديرة باستقطاب السياح خلال العام الجديد 2013 مباشرة بعد سكوتلندا استقر رأي CNN على اختيار العاصمة المغربية الرباط وذكرت القناة بأن أحداثا معينة تجعل مناطق في العالم وجهات سياحية مفضلة إذا كان في عام 2012 تنظيم الأولمبياد في بريطانيا أفاد كثيرا العاصمة لندن من الناحية السياحية فإنه في 2013 ومع اختيارها تراثا عالميا من قبل اليونيسكو تصبح الرباط وجهة سياحية ذات وزن ثقيل بعدما كانت أنظار السياح من قبل تتجه صوب سحر كل من مراكش والصوير مثلا وقالت CNN إن الرباط تمزج بين ما هو تاريخي من خلال المدينة القديمة المطلة على المحيط الأطلسي وصوم عد حسان وما هو عصري حيث الشوارع الواسعة ومحطات المطار الجديدة وشبكة ترام الرابط بين سلا والرباط وإضافة إلى سكوتلندا والرباط اختارت CNN أيضا كل من سلوفاكيا وغيتسبورغ بأمريكا وإفريقيا جنوب الصحراء وامستردام الهولندية وكولومبيا كما قالت إن اللائحة بإمكانها أن تمتد أيضا لتشمل مناطق أخرى كمونتينيجرو واليابان وميامي والفيتنام وذكرت بأن اختيارتها تمت بناء على استشارات أجرتها مع خبراء ومنظمات ومواقع للأصفل